عقد المماثل الخاص للأمين العام لأمم المتعدة محمد صالح النظيف والسفير الصيني لدى مالي ليو هويمين ومسؤول بعثة الأمم المتعدة المتكاملة للمتعددة الأبعاد للتحقيق الاستغرار في مالي مراسمه يوم الثلاثاء الماضي لمنح ميدالية الشرف الخاصة بسلام للدفعة الرابعة من قوة حفظ السلام الصينية في مالي وذلك تكريما لأدائها المتميز حضر المراسم 240 جنديا من قوة حفظ السلام الصينية ومنح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد صالح النظيف والسفير الصيني لدى مالي ليو هويمين ومسؤولوا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة للأبعاد لتحقيق الاستغرار في مالي قدموا لهم ميدالية الشرف الخاصة بالسلام والجدير بالذكر أن جنديا صينيا لقي حتىه بهجوب إرهابي بسيارات مفقخة في الواحد والثلاثين من مايو الماضي ولم يتمكن أربعة جنود مصابين في الهجوم من حضور هذه المراسم بسبب عودتهم إلى الوطن للعلاج هذه الميدالية ليست للجنود الذين في الخطوط الأمامية في مالي فحسب بل هي أيضا لرفاقنا الأربعة الذين عادوا إلى البلاد للعلاج لقد اكتسبنا الكثير من الخبرة خلال هذه المهمة كما أن هذه الميدالية لها معاني ثمينة بالنسبة لنا منذ منتصف مايو من العام الماضي تعرضت قوات حفظ السلام الصينية في مالي لعدة هجمات إرهابية وكان الجنود دائما يتغلبون على البيئة الطبيعية القاسية والوضع الأمني كما لم يتخلوا عن حلم نشر السلام ولم يتوقفوا عن مهمتهم حيث قاموا بأعمال حفظ السلام بشكل سليم أنجزت قوات حفظ السلام الصينية 22 مهمة بناء وأرسلت 9180 جنديا لتوفير المرافقة الأمنية لمسؤولي الأمم المتحدة حتى الآن وقد وصل عدد الكيلومترات لدورية الحراسة إلى 8056 كيلومترا وبالإضافة إلى ذلك قامت الكتيبة الطبية بفحص 2880 مريضا وأجرت 89 عملية جراحية مما جعل قائد بعثة الأمم المتحدة في مالي يثني بكونها نموذج للمستشفى الميداني يذكر أنه لا يزال هناك 100 يوم في مهمة الدفعة الرابعة من قوات حفظ السلام الصينية في مالي وسيواصل الجنود مهمتهم بكفاءة عالية